السلام عليكم ان شاء الله عليكم بخير الله يعطيكم خير على خير اليوم جاءتنا البسكرية 07-2008 كيف تصنصيس كالعادة اليوم نحكو شوي على واحد الحاجة شائعة والتي هي ندي الديسك دفره للتورنور ينحيلي الشافية هذية قلنا نحكو عن الشافية هذية شحال من واحدين نحكو هذه يقول لك بها لا تفلس ليش البلاكات وما تدير ليش التزفيره وشحال من حاجة يقول لك يبقى عليه الديسك جديد الديسك مخدوم عنده ديمونسيون سبيسيال اللي يخدموا على باله بالديمونسيون وعلى باله بالتمبراتور اللي يتحملها حتى الوين توصل وعلى باله وشحال من حاجة نحنا كنت نديره موديفكاسيون نحو هذه هذي هو كان قادر يخدم لك بلاكة جي جيس جديدها هنا لماذا تعمل لك هذه وهذه خدمها لك عرصة للديسك عرصة للديسك لماذا؟ لكي يموت الديسك من هنا وطبقة هذه هذه اللي تخليها رزين لا تكسر لك حتى لو طلعت التمبراتور هنا او هنا هنا يتوكلها وهنا يتوكلها عند التورنور الحاجة الأولى يا رجاء الديسك لم يعد لديه قوة التي سيتحمل بها وقدر يتكسر لك الحاجة الثانية والتي هي هذه النصيحة الخيوطية على حكاية الديسك حتى لو طلعت حتى لو طلعت التمبراتور حتى لو طلعت التمبراتور فوق من اللازم حتى لو طلعت احتمال كبير هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية هناك كيف محروق دار الخطوط هناك دخل هذه بار كونتر الديسك اشعر الديسك هذه نصيحة الخيوطية لحكاية التورنور هذه حكاية فارغة و اي في تي تستخدمها حتى لو طلعت الديسك يجب واحد اخر حاجة واحد اخر نرى كيف خدمناها ديسك دو فارغ لا تقولوا لماذا لازرغ لاتريق كما قلنا لديسك و البلاكات نصيحة الخيوطية بالكولير اشعر الاخرية حاجة واحد اخرى حاجة ما تركب من غير نتوايج جامي 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 نركب حاجة من غير نتوايج نتوايج نتوايجت عليه جونة الاريار سمغنالو لتري ديسك دو فارغة لا نحب نتوايج لا نتوايج لا نتوايج لا نتوايج نتوايج مرحبا لكم و السلام اشتركوا في القناة